موسيقى سنبدأ أولاً بإذن معاني الحماس ومعاني الحماس إذن هي كما اتفقنا المعنى الأول فيها هو البطولة وقلنا إنها شوق أمة في زمن غاب فيه الأبطال وحل الأنذال وتكاثر الأوغاد إذن صار البطل عملة نادرة ولكن الآن التلميذ السؤال الذي لابد يتبادر إلى أذهانكم كيف أميز هذه المعاني بعضها من بعض هنا أقول أن البطولة إذا شئنا أن نعرفها هي كل سلوك مرتبط أساساً بالحرب إذن هي سلوك حربي يعني البطولة هي ما يفعله المحارب قبل الحرب أثناء الحرب وبعد الحرب إذن البطولة هي سلوك حربي كيف؟ البطولة هي الإقدام في الحرب إذا القوم قالوا من فتاخلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي وطبعا هذه الصور التي تعرفونها لعنترى وطرفة ومعنى الإقدام البطولة هي البطش بالأعداء البطولة هي الفتك بالمدن بمدن الأعداء والبطولة هي الصمود أثناء القتال والبطولة هي حسن التخطيط للمعركة والبطولة هي إذن التنكيل بالعدو والبطولة هي إذن يمكن أن تكون أيضاً في مثلاً حسن التدبير والبطولة يمكن أن تكون في الزود عن الحماء بمعنى الدفاع عن الحرومات والبطولة يمكن أن تكون في حماية الأرض والعرض لقد عذب الروم امرأة اسمها شرات العلوية وساقوها سبية ونكلوا بها وقد صرخت بأعلى صوتها والبطولة يمكن أن تكون في معاني متعددة المهم أنها كل سلوك محمود يسلكه المحارب هذا ما معنى البطولة إذا شئت الآن يمكن أن ننظر في شكل آخر للبطولة أو للمعنى الحماسي الثاني ويمكن هنا فقط أن نذكر أن أمام إذن معنى ثاني وهو القوة القوة هي على هذا النحو القوة هي أدوات الحرب كل ما يستعمله المحارب في الحرب فهو أدوات هذه الأدوات يمكن إذن استخراجها في ثلاثة هي العدد وهي العدد وهي العتاد فإذا شئتم مزيد من التفصيل فالعدد هو القائد والعدد هو الجيش والعدد هي السيوف والعدد هي الرماح والعتاد هو الخيل والعتاد هو السفن إذن هذا كيف نفهم أن القوة هي عاء في ثلاث هي عدد وعدد وعتاد وعليكم أن تميزوا بين العدد وهو القائد والجيش العدد هي السيوف والرماح والعتاد هو الخيل والسفن فأين الإبل؟ الإبل من العتاد وأين الدروع؟ الدروع من العدد وأين الرجال؟ الرجال من العدد إذن عليكم أن تفهموا أن هذا المعنى هكذا يقاد المعنى الثالث هو معنى إذن المثل والقيم والمثل والقيم يمكن ضبطها في إذن هذه الأمثلة لنا مثل عليا وقيم عربية أصيلة لنا الكرم قيمة ولنا العفة قيمة ولنا الصبر على المكاره قيمة ولنا العدل ولنا العقل ولنا الحلم وهو العفو عند المقدرة إلى غير ذلك من معاني السخاء ومعاني الجود وكل هذه القيم العربية التي تعرفون ولكن أيضا ثمتا مثلا عليا هذه المثل العليا تتعلق بالمجد وتتعلق بالطموح وتتعلق بالحريات وتتعلق بالتمرد وهذا أصلا نجد هذه المعاني في شعر المتنبي تلك الذات المتمردة على زمانها في المعنى الرابع يمكن أن نجد المعنى الحماسي التالي وهو إذن الفتوة والفتوة في تعريفها إذن إذا كان تعريف المثل القيم بمعنى الأخلاق أو المبادئ فإن الفتوة في تعريفها هي اجتماع قيام السلم والحرب في شخص واحد وإذا شئتم هنا لابد من الإشارة إلى هذا الأمر أننا في معرفتنا للفتوة إما أن نجد كلمة فتا وإما أن نجد إذن السلم ويجتمع مع حرب إذا اجتمع السلم والحرب في واحد فهو إذن هذا المعنى معنى إذن الفتاة فتاة عنده خير الثواب وشره ومنه الإباء الملح والكرم العذب فتاة إذن دهره شطراني فيما ينبه ففي بأسه شطر وفي جوده شطر إذن ترون البأس والجود والخير والشر الكرم والإباء ثم المعنى الأخير من معاني الحماسة هو معنى إذن المعنى الأخير هو معنى الثقة بالنفس والثقة بالنفس إذن ندركها من خلال مثلا من خلال تركيب التي نجدها تتحدث عن المستقبل إذن مثلا إذا قال الشاعر لأتركن وجوه الخيل ساهمة إذن هذا دليل على ماذا على الثقة بالنفس مما سيقع في المستقبل أيضا إذا قال وهنا علينا أن نفهم أن هنا علينا أن نفهم أن الإشارة إلى ما سيحصل في المستقبل هذه الثقة بالنفس التي يمتلئ بها الإنسان طبعا سنعود لهذه التفاصيل في دروس خاصة بها هذا مجرد تعريف لأننا سنقدم لكم بعد ذلك درسا في هذه المثل والقيم وشواهد وأدلة على ذلك الآن إذا شئنا أن نتحدث عن مباني الحماسة فمباني الحماسة كما هي معانيها إذن هي خمس أولها الإقاع والإقاع لابد أن نفصل فيه بين إقاع خارجي وإقاع داخلي والإقاع الخارجي يمكن أن نفصل فيه بين البحر والروي ثم في الإقاع الداخلي يمكن أن نجد التصريع والتصميط والترصيعة ويمكن أن نجد فيه أيضا التشقيق والترديد ويمكن أن نجد فيه أيضا جملة من الظواهر الأخرى التي سنأتيها مثل أيضا التوازن الصرفي ومثل التماثل التركيبي ويمكن أن نجد أيضا المحاكات الإقاعية أيضا يمكن أن نجد التجانس الصوتي وإذن هذه الظواهر فيما يسمى بالإقاع الداخلي وإذن هذه الظواهر إذا شئتم إذن هي كما ترون خمس على وزن تفعيل وثلاث على وزن تفاعل وواحدة محاكات إقاعية إذا شئتم الآن يمكن أن طبعا سنفرد لهذا درسا بذاته ثم إذا شئتم الآن أيضا يمكن أن تحدث عن الصورة الشعرية باعتبارها المبنى الثاني المهم وهذه الصور الشعرية يمكن أن نشير فيها إلى طبعا مكوناتها وهي التشبيه أساسا والاستعارة والكناية في مجال ثالث يمكن أن نفسر طبعا التشبيه والاستعارة والكناية مثلا التشبيه مثلا كأن نقول الرجل كالأسدي شجاعة هذا تشبيه تام فإذا قلنا الرجل كالأسدي فهذا مؤكد فهذا مرسل مجمل وإذا قلنا الرجل أسد في شجاعته فهذا مؤكد مفصل وإذا قلنا الرجل أسد فهذا تشبيه بليغ ولكن إذا قلنا جاء الأسد راكبا حصانا وحوله جنوده فقد خرجنا من مجال التشبيه إلى مجال الاستعارة إذن هذه استعارة أما هذا كله فهو من التشبيه لماذا الاستعارة؟ لأننا استعرنا كلمة الأسد من مجال الطبيعة ونسبناها إلى الإنسان في هذا المعنى طبعا ستكون لنا دروس في هذه التفاصيل ثم في مباني الحماسة يمكن أن نشير إلى المعجم ويمكن أن نشير في المعجم إلى جملة من المعاجم طبعا المعجم وقدرته على توجيه الذهن توجيه الذهن وذهن المتقبل إذا أردت شخصا ما أن يتجه في اتجاه معين فوجه مثلا المعجم المناسبة له لكي تصنع منه ما تريد موجهات الذهن هي أساسا أقواها هو المعجم الديني وهو الأكثر سيطرة على الذهن ثم المعجم الحربي ثم المعجم القيامي يمكن أيضا الإشارة هنا إلى مكون رابع وهو أيضا الأساليب والأساليب هي يمكن أن نفرد من خلال الأساليب قدرة على إخراج إذن الحدث إخراجا آخر مثل أسلوب تجميل القبيح أن يجعل الصورة البشعة تبدو جميلة مثل أسلوب التخيل بأن تخيل المتلقي مشهدا لم يكن ينتظره يمكن أن نشير إلى أسلوب آخر وهو أسلوب إذن الأسلوب القصصي يمكن أن نتحدث عن الأسلوب الخبري وتحدث عن الأسلوب الإنشائي يمكن نتحدث عن الأسلوب أيضا يمكن نتحدث عن الأسلوب مثلا أسلوب التلوين يمكن نتحدث عن طبعا أساليب متعددة سنأتيها تباعا وبتفصيل مدقق هذا المجرد العرض في التراكيب يمكن أن نشير إلى التراكيب بمعنى أننا نتحدث عن دور الفعل الإسم الجملة إذن المركب وهذا طبعا ما سنتبينه ثم بعد ذلك يمكن أن نشير إلى إذن مقاصد الحماسة وهذه المقاصد إذن كما ترون أمامكم هي مقاصد إذا شئنا مقاصد تأثيرية وتسجيلية وإنشائية وتعبيرية وإحباطية الآن سأعرض عليكم خطة للعمل انظروا مثال المعاني البطولة سلوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة